حبه وشغفه للتراث دفعه لإحياء صناعة تقليدية قديمة كان يعتمد عليها الأجداد في صناعة البسط والسجاد سامر بلان مواطن من مدينة السويداء يعيد إحياء النول الخشبي من جديد في صناعة البسط والاستفادة من الأقمشة والملابس التالفة وتحويلها لقطع غاية في الجمال وذات مردود اقتصادي جيد اشتغلت النول فكرة النول يعني حبيت قلت مثل ما قلت لك سلط الضوء عليها وزوجتي تشتغل عليها بتغطي جانب من وقتها خصن بالشتاء ووقت فراغ كثير يعني نقدر من المجتمع الريثي نشجع الصناعةها بشكل عام صناعات اليدوية السجاد البسط بمجالات كثير فيه فينا نقدر نرجع نحيها ونعيد صياغتها بشكل جديد فكرة النول معروفة موجودة والكل اللي يعني حتى اللي بيشتغل على السن العربي يعني كيف بيشتغل النول وطريقة عمله صنعته بالاستعانة بالنت بكثير فيديوهات تكلفته يعني حسب ما ان بدك تشتغله اشتغلته بشكل منزلي صغير انه تقدر تشتغل فيه بالبيت تنقله من غرفة لغرفة والمادي الاساسي اللي له خطان السده هاي خطان قطن والمادي الاساسي اللي له توالف الاقمشي يعني شو في توالف اقمشي ما الى عازي ما الى شغل بتقدر انه السد او الصانع اللي يعني بيشتغل عليه انه يقصه ويشتغله وينسق الوانه حسب ما هو بيشوفه يعني هو تقريبا لقتل الوقت اكثر شي يعني انه عندي وقت فراغ كبير وبيستفيد منه ماديا وبيستفيد من توالف الاقمشي كمان يعني الشغل شغله كثير ممتع وبياخذ يعني توالف اقمشي كثير بتستفيد منه بالمدات كل الشغل اليدوي فيه كثير ممتع بالشغل بالنول حسرا يعني بتساعد كثير مجموعة من الصبايا على الشغل ايه يعني هو عمل يدوي حتى اذا كانت هيما بتتقنه سهل انها تتعلم يسعى الشاب سامر لتحويل مشروعه الصغير الى مشغل يحتوي العديد من الصناعات التقليدية القديمة وتأمين فرص عمل لعدد من الاسر لاستغلال اوقات الفراغ واعادة تنشيط هذه الصناعات ذات التكلفة المنخفضة مقارنة مع الارتفاع الكبير الذي تشهده الاسواق من السويدة للاخبارية السورية شام حمدان